اشتركوا في القناة في ذكر الاسراء والمعراج نتلو قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ونسأل الاستاذ الشيخ شعراوي عن عدد من الاسئلة تقف في اذهان الناس حائلا بينهم وبين عظمة هذه المعجزة واثرها في نفوسهم فمثلا يطرأ هذا السؤال لماذا فرض الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المعراج وفرضها خمسين صلاة ثم بعد ذلك جعلها خمسا وهل ينسخ الأمر قبل انفاذه ثم ورم اختار المسجد الاقصى بالذات مسرا لمعراجا او مكانا لمعراج نبيه وكان الله قادرا ان يعرج بنبيه من المسجد الحرام الى السماوات العلا ثم هذه المرائي التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء المعراج من ثواب اهل الطاعات ومن عذاب اهل المعاصي رآ مانع الزكاة وكيف يعذبون وآكلي اموال يتامة كيف يعذبون والزناة كيف تشتعل وجوههم نارا فهل كانت هذه التكاليف حاصلة ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به في العهد المكي قبل ان تفرض الفرائض وتبين هذه الحدود فهل للأستاذ ان يجيبنا عن هذه الاسئلة اذا تكرنتم بسم الله احمده واستعينه واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضت دعوته لاحداث خطيرة واحداث القمم في الدعوة الاسلامية تبتدئ ببعثته صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الحدث الثاني الخطير وهو الاسراء والمعراج ثم يأتي الحدث الثالث وهو حدث الهجرة اما بعثته صلى الله عليه وسلم فقد جاء رسول الله على فترة من الرسل وشاء الحق سبحانه وتعالى ان تكون مكة هي محل الجهر الاول بالدعوة لان مكة كان فيها صناديد العرب وساداتهم وفيها القوم المهيبون من كل انحاء الجزيرة لمكانهم من البيت ولذلك كانت تجارتهم اامنة لماذا كانت اامنة في رحلة الشتاء وفي رحلة الصيف اامنة لان اي قبيل من القبائل لا يمكن ان تتعرض لعير قريش ابدا لان هذه القبائل ستضطر الى ان تذهب اليها في عقر دارها في مكة اذا فالبيت جعل لهم المهابة وامن تجارتهم جعل لهم السيادة فلابد ان يكون الجهر بالدعوة في اذن هذه السيادة لم يختل الله مكانا بعيدا عن السيادة ليجهر رسول الله بدعوته بل لابد ان تكون دعوة الاسلام في اذن هؤلاء السادة الذين تتهيبهم الجزيرة كلها حتى يعلم ان منهج الله انما جاء لا ليجامل جاها ولا ليجامل سادة ولكن ليوجه هؤلاء جميعا الى منهج الله وكانت البعثة في مراحل اول مطلوب لبعثته صلى الله عليه وسلم ان يقتنع هو بانه رسول ولذلك هو يقول كما نقول نحن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فلابد ان يؤمن ايضا بانه رسول وايضا يأتي الى عشيرته الاقربين ثم تتسع الدائرة فتكون كافة للناس عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ بدعوته في هذا الجو ذلك لا يروق لسادة قريش لانه سيدك جاههم ويجب ان نعلم ان سادة قريش فهموا فكرة لا اله الا الله لانهم لو لم يفهموها لقالوها ولكنهم فهموا ان هذه الكلمة تتجعل السيادة في كل امر لله وانهم سيصبحون سواء مع الناس فهمهم لهذه هو الذي جعلهم يقفون منها هذا الموقف ولو كانوا يعتبرونها كلمة تقال في اللسان ولا مدلول لها في الحياة ولا سلوك ما امكن ان يكذبوها وكانوا وافقوه على ذلك اذا فمعرفتهم لمدلولها ولمطلوبها وانه سينزل به مع انقمم السيادة ويصبح الامر كله لله والذي جعلهم يكفرون بهذه الكلمة ولا يؤمنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جو كهذا الجو كان محوطا بلونين من الحياطة اللون الاول حياطة في البيت له سكن كريم يأوي اليه في خديجة رضي الله عنها تمسح عنه بالحنان وبالعطف وبالرحمة وبالرقة وبالمواساة وبالمال تمسح بيد الحنان كل متاعبه وكل آلامه وهذا هو شأن المرأة في البيت سكن للرجل يأوي اليها من حركة الحياة وصخب الحركة والتعب فحين يذهب اليه يجد الراحة والامن والطمأنينة وبعد ذلك يخرج الى الحياة ليستقبل كفاحا وليستقبل نظالا وأيضا يريدوا أمرا في الخارج يحميه من أذى قريش لأنه لم يكن الله قد أنزل عليه أنه سيحميه ولأن أصحابه ضعاف لا يقدرون على حماية أنفسهم فضلا عن حمايته فكان ولابد أن يوجد حام هذا الحام تكون له مهابة عند الكافرين بحيث يحترمون هذه المهابة ولا يجترؤون على من حماه هذا كان في أبي طالب وكأن أبا طالب قد ظل كافرا حتى لا تقطع العلاقة بين الكفار وبين أبي طالب فإنهم كانوا يخافون إن آذوا محمدا الذي يحميه أبو طالب ربما عاندهم أبو طالب وأعلم إسلامه ولماذا لا يستبقونه على ذلك إذن فكفر أبي طالب وكونه ظل على دين القوم كان من ضمن الجنود التي أعانت دعوة الله ودعوة الإسلام أبو طالب مات فانهدم الركن الحامي في الخارج وخديجة رضي الله عنها توفية فانهدم الركن السكني الساني في البيت في عام واحد في عام واحد لذلك سمي عام الحزن وكيف لا يكون حزنا لإنسان فقد سكنه الداخلي وفقد حاميه الخارجي أمر طبيعي ولكن ذلك الأمر لم يؤس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عشقت دعوة إلى الله وأحب منهج الله فماذا يصنع ذلك الرسول ذهب ليلتمس منطلقا للدعوة ذهب إلى الطائف لعله يجد نصيرا ولعله يجد معينة ولكنه لم يجد المعين ولم يجد النصير ولو أن القوم اكتفوا بأنهم امتنعوا عن نصرته وكفوا حتى عن إيذائه وعن تسليط السفهاء لآن ذلك الأمر فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطلقه إلى الطائف المتاعب والأذى وكان يحب أن يرتد بالنصير فارتد بالمهين إذن فاليأس قد استحكم والحياة قد ضيقت خناقها على رسول الله والأسباب البشرية عزت على رسول الله ماذا يكون الموقف حين تعز على الإنسان أسباب البشر التي خلقها الله له وطلب منه أن يقوم بها حين تعز عليه الأسباب وتمتنع فليس له ملجأ إلا أن يلجأ إلى مسبب الأسباب أن يلجأ إلى الله إذن فاللجوء إلى الله وهو مسبب الأسباب نما يكون بعد استنفاذ الإنسان للأسباب لأن الأسباب إنما هي عطاء الله يده الممتد بالخير إلى خلقه فكون الإنسان يترك يد الله ممدودة بأسبابه ثم يطلب من ذات الله أن تعنى ذلك ليس بأمر منطقي فرسول الله استنفذ كل سبب فلما ضاقت الأسباب أصبح مضطرة والحق يعلمنا أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ومعنى المضطر الذي عزت عليه الأسباب ولم يعد في مكنته أن يصنع شيئا فهو يلجأ إلى ربه وإلى معينه هكذا فعل رسول الله ووقف موقفه الضارع حين قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو تحل علي غضبك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله دعاء عبد ضارع إلى ربه يؤمن تمام الإيمان بأن نصرته الآن عنده وكذلك كان الأمر ذلك الجو النفسي الذي استوجب من رسول الله أن يضرع إلى ربيه هذه الضرع كان الجواب من السماء أن يعزي الله رسوله وحبيبه ومصطفى عن جفوة الأرض بحفاوة السماء وعن وحشة أهل الأرض بإيناس أهل السماء فجاء حدث الإسراء والمعراج قوة وشحنة وطاقة جديدة ليقبل رسول الله على منهج الدعوة واثقا بأن وصله دائما من السماء وأنه لا يهمه أن تجفو الأرض أو أن تقسو الأرض لأن رحاب السماء وملكوت الله هو محل التكريم لذلك الرسول فكان حدث الإسراء والمعراج في ذلك الجو الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن حين نتحدث عن حادث الإسراء نجد أن الحق كما قال أخي الدكتور إبراهيم استهل الحديث عنه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير استهلال بسبحان وختام بالسميع البصير فكأن كلمة السميع البصير التي جاءت في الآخر هي في تقديم الأمور كانت السبب الأول لماذا أسرى الله بعبده لأنه سميع بصير سميع لباذا وبصير لماذا سميع لما لاقاه رسول الله من أذى النبي بالقول وبصير لما رآه من أذاه بالفعل وعالم بما يجتازه محمد من قلق نفسي كل ذلك السمع والبصر ومتعلقاتها يعلت الحق سبحانه وتعالى يختار له التكريم بهذه الرحلة ليريه من آياته وليريه من آياته أين المسجد الأقصى وفي الرحلة إليه من المسجد الحرام إذن فكأن الآية حين استهلت سبحانه وختمت بالسميع البصير تجدها رد صدر على عبز سمع الله وأبصر ما يعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم فأراد أن يريه من آياته فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فإذا كان ذلك أمر عجيب على زهنك وكيف أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة فتذكر كلمة سبحان إذن فسبحان هي مفتاح القضية أولا وسبحان معناها التنزيه تنزيه لله في ذاته فليست ذاته كالزواب تنزيه لله في صفاته فليست صفاته كالصفات تنزيه لله في أفعاله فليس فعله ككل الأفعال إذن فوجب أن نأخذ الفعل أو الحدث الذي يأتي بعد سبحان بقانون سبحان لا بقانون المخلوق لسبحان فإذا كان الحدث غريبا عجيبا في منطقة ماديات الأمور وفي منطقة المسافات وفي منطقة الزمن فلا تجعل فعل الله كفعل الناس لأنه سبحان فعله غير فعلكم وقانونه غير قانونكم والمسافة والزمن يتحكم في أفعالكم وفي النقلة من مكان إلى مكان أما عند الله فلا مسافة ولا زمن وإنما كل ذلك يتأتى بكن فحين يبتدئ المؤمن بقول الحق سبحان يجب أن يستحضر ذلك التنزيه في الأفعال التي ترد بعد سبحان من هذا الحدث فلا يقيسها بمقاييس البشر ولا بمنطق العباد سبحان الذي أسر بعبده وهنا يجب أن نبحث بحثا آخر وهو الفعل والفاعل كل فعل من الأفعال يجب أن يقاس بطاقة فاعله لا يأخذ الفعل من فاعل ليقاس بطاقة فاعل آخر وإلا كانت إحالة في الفاعل فمثلا يقول خطب فلان فيبقى خطب فلان نأخذ الخطبة بمقاييسه هو في الجودة ونقول حمل فلان للأثقال نأخذها بمنطقه في حمل الأثقال فإن كان بطلا من أبطال حمل الأثقال أخذناها بقوانين إذن فكل فعل يجب أن يؤخذ بقانون فاعله فإن أخذت الفعل من فاعل ثم حكمت فيه قانون غير الفاعل تكون قد أحلت وتكون قد أفسدت على العقل منهجه في الإقناع وفي الاقتناع هل قال رسول الله أنني سريت من مكة إلى بيت المقدس لم يقل ذلك هل قال الله سبحان الذي سرى عبده من مكة إلى بيت المقدس قال الله سبحان الذي أسرى أسرى بعبده إذن فالفعل وهو أسرى الحدث وهو أسرى ليس منسوبا إلى محمد وإنما هو منسوب إلى رب محمد وما دام الحدث منسوبا إلى رب محمد فلا يجب أن تدخل محمدا صلى الله عليه وسلم في نقاش المسألة لتقول كيف ذهبت من مكة إلى بيت المقدس وعركت إلى السماء في ليلة لم يقل محمد أني سريت ولم يقل محمد أني عرجت وإنما قال ما قاله الله قال سبحان الذي أسرى بعبده فأسرى الله فهل الله يحكمه قانون تعجب منه حين تخرق المسافة ويخرق قانون الزمان لا لأنه سبحان أي منزه عن أن يخضع لقوانينكم القوانين لكم أنتم إذن موقف محمد موقف محمد صلى الله عليه وسلم لا صلة له بالحدث مطلقا فأنتم تظلمون محمد حينما تناقشونه في المسألة تقول كيف سريت لم يقل أنا سريت وإنما أسري به إذن محمد مصاحب محمد بقانونه البشري لم يصنع شيئا محمد بقانونه البشري محمول قانونه البشري على قانون خالقه فإن أردت أن تبحث المسألة فلا تبحثها من جهة محمد وإن أبحثها من جهة الله أيقدر على ذلك أو لا يقدر صعد النقاش ودع محمدا في حاله محمد مصاحب سبحان الذي أسرى بعبده أنا مثلا حينما أقول أنا صعدت بابن الرضيع جبل هملايا أيقول عاقل لي كيف صعد ابنك الرضيع جبل هملايا أنا لم أقل له صعد ابن الرضيع جبل هملايا وإنما قلت أنا صعدت بابني فقانوني هو الحكم وليس قانون ابني كذلك قال الله أسرى بعبده إذن فالقانون يجب أن يقول الله ومحمد لا صلة له بالحدث مطلقة ولذلك الذين تشككوا فيه ما كان لهم حق في أن يتشككوا إلا أنهم يتلمسون الاعتراض ويتلمسون وسيلة للجح ويتلمسون وسيلة للإنكر ولو أنهم استقبلوا قرآن الله وكلام الله باستقبال الفاهم الواسق لما جاءوا لمحمد باعتراض ولم اعترضوا عليه بشيء إن اعترضوا فليعترضوا على الخالق أيقدروا أو لا أو لا يقدر سبحان الذي أسرى بعبده وبكلمة بعبده تدل على حيسية التكريم لم يقل بمحمد ولم يقل برسوله ولم يقل بنبيه لم يقل بمصطفى وإنما جاء بكلمة بعبده فكأن بعبده لها مدخلية في حيسية ذلك التكريم لماذا؟ كلمة عبده وعبودية كلمة ينقطها البشر وقد قامت السورات على تحرير الإنسان من هذا اللفظ ومن العبودية الناس معزورون في أن يكون هذا اللفظ لفظا مرا في لغاتهم وفي واقعهم لماذا؟ لأن عبودية الخلق للخلق عبودية مرة عبودية شرسة لماذا؟ لأن العبد من الخلق للسيد من الخلق السيد يأخذ خير عبده ويتطهض ويمتص دمى ويصنع فيه ما يصنع ولكن العبودية لله لون آخر لون آخر يحلو لون آخر يشرف لماذا؟ لأن عبودية الإنسان لخالقه تعطيه خير خالقه إذن فالعبودية لله عبودية إعطاء والعبودية للبشر عبودية أخذ وما دامت عبودية إعطاء فعلى قدر ما يكون من الإنسان في العبودية لله يكون عطاؤه لله إذن فالعبودية لفظ تكريمي لفظ تشريفي تحلم وتعذب ويجب أن يبالغ الإنسان في أن يكون عبدا لله لأن الله غني عن خيرنا ولا يريد منا خير فلماذا تكره العبودية لها؟ أتكره العبودية لمن يعطيك كل خير؟ لمن إذا أخلصت له في العبودية أعطاك بسخاء وأعطاك الخير كل الخير تلك عبودية لذيذة لو أنها كانت في البشر لأحب البشر عبودية البشر إذن فسبحان الذي أسرى بعبده كلمة بعبده حيسية هذا التكريم أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأخص المسجد الحرام ابتدائي والمسجد الأخصى غير يلاحظ هنا أن كلمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى كلمة أخصى كما يقول النحا أو الصرفيون أفعل تفضيل أفعل تفضيل يعني يدل على الأكثرية في البعد شيء قصي وشيء أخصى يعني شيء بعيد وشيء أبعد لو كانت للمسألة نريد أن نفهمها فهما سطحي نقول اسمه المسجد الأخصى لكن كلمة أخصى مرتبة تأتي بعد قصي ومعنى ذلك أن فيه مرتبة قبل أقصى مرتبة اللي هي قصي المسجد الحرام وشيء قصي يعني بعيد شوية من المسجد الحرام وشيء أقصى إذن كلمة أخصى توحي بأن هنا منطقة وسط هذه المنطقة وسط كأنها تقديم إلى المسجد الثالث الذي سيكون في المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمة أخصى أفادت بأنه سيوجد مسجد آخر بين المسجد الحرام وبين المسجد الأخصى فيكون هو المسجد القصي بالنسبة إلى المسجد الحرام وبعد ذلك يأتي المسجد الأخصى من المسجد الحرام من المعلوم أنه أول بيت وضع للناس كان من المعقول جدا أن يكون معراج رسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام لأنه أول بيت وضع للناس ومدام أول بيت وضع للناس وسيظل هو القبلة في مدخرات الإسلام كان إيه المانع من أن يكون المعراج فيه المعراج آية سماوية ولكن الإسراء آية أرضية وفرق بين الآية الأرضية والآية السماوية أن الآية الأرضية المعجزة فيها في اختصار الزمن وخرق ناموس المسافة المسافات دائما بين شيئين تتناسب مع القوة القاطعة تناسبا عكسيا فإذا أنا سرت من عمان إلى القاهرة على بعير يكون لي زمن وإذا سرت في سيارة يكون لي زمن وإذا سرت في طيارة عادية يكون لي زمن وإذا سرت في طيارة نفاسة يكون لي زمن وإذا سرت في صاروخ يكون لي زمن إذن فالقوة القاطعة مسافة بين مكانين تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا فكلما زادت القوة قلت وكلما قلت القوة زاد الزمن تلك نظرية نسبية مثلا إذا جئنا في هذه النظرية نجد أن الطفل الصغير إذا جئنا وأردنا أن ينقل علبة من طرف هذه الماصة إلى هذا المكان الآخر من الطرف الطفل بقدرته وقوته يأتي ويأخذ العلبة ويسير بخطاه الوئيدة إلى أن يذهب ويضعها في الناحية الأخرى لكن إذا قيل لي إنقل هذه من هذه فأنا أصنعها هكذا بدون زمن إذن فالزمن والتناسبة مع القوة تناسبا عكسيا فما دامت المسألة أن الزمن وتناسب تناسب عكسي لا تنسب المسألة إلى فعل البشر ولكن إنسوا بالقوة الناقلة إلى الله وما دمت قد نسبت القوة الناقلة إلى الله فهي قوة القوة وما دامت هي قوة القوة فيجب أن لا يكون هناك زمن إذا كت القوة الفلانية تقطعها في خمس دقاي تبقى قوة الله تقطعها في سين سين دي تطلع يبقى لا زمن ليه؟ لأن الله لا يفعل الأشياء بعلاج إنما يفعلها بكون التي لا تحتاج زمن لقائل أن يقول وما دامت لم تحتاج زمنا فلماذا أخذت ليلة؟ نقول له فرق بين قطع المسافة وبين مراء تعرض رها الرسول المراء التي تعرض رها الرسول رأى كذا فسلم وتكلم وقال له جبريل إذن فالذي أخذ الزمن ليست هي النقلة وإنما الأحداث التي تعرض لها محمد وكان لمحمد ببشريته فعل فيها فذلك هو أخذ الزمن أما الزمن في ذاته فإنه متناسب مع قوة الله تناسبا عكسية وقوة الله هي قوة القوة إذن يطلع لا زمن نقول له الإسراء كان لابد أن يتقدم المعراج لماذا؟ لأن الإسراء عملية أرضية كل ما فيها خرق المسافة والزمن وإلى آخره وهم يعرفون المسجد الحرام ويعرفون المسجد الأقصى وذهبوا إليه وهناك أناس شاهدوه وعرفوا المسافة تأخذ كم بقطع طريقته فلو أن المعراج جاء من المسجد الحرام إلى السماء ما كان عند محمد صلى الله عليه وسلم علامة أمادية يقنع بها العقول المعاصرة لأن محدش منهم راح صدرة المنتهى حتى أقول صف لصدرة المنتهى محدش منهم مسي في الطريق بين السماء والأرض علشان أقول الطريق بين السماء والأرض فيه كذا وبدليل كذا ولكن نقلته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شيء مطروق وشيء معلوم فإن قالوا له صف بيت المقدس يعني معناه أن في ناس عرفوا وصفه فسألوه فوصف وهم يعلمون تبام العلم أنه لم يذهب وأمر رحلته عندهم مشهور وإلا لو كانوا يشكون في هذه لقالوا له أنت ذهبت إليه في اليوم الفول فأنت تعرف وصفه ومع ذلك يأتي بالدليل من القافلة التي وهو في مرجعه رأاه قافلة يقدمها كذا وحصل منها كذا فلما جاءت القافلة أخبر بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أمر يمكن أن يقام عليه الدليل في أن رسول الله صادق في تلك النقلة ولكن المشكلة مشكلة الزمن والمسافة ولكن الدليل قاب ماشى في الطريق ورحبة المقدس وشاف الناس هذا كلام جميل يبقى إذن تقدم حدث الإسراء من المكة إلى بيت المقدس كآية أرضية حتى إذا اقتنع العقل بأن رسول الله خرق له القانون من مكة إلى بيت المقدس بالأدلة اقتنع الناس أن الناموس المسافية قد خرق لمحمد وما دام الناس قد اقتنعوا بأن الناموس المسافية قد خرق لمحمد بما لم يوجد لبشر آخر إذا حدثهم بعد ذلك أنه صعد إلى السماء يكون ذلك إيناس للعقل بأن الذي خرق له الناموس فيما نعلم قادر على أن يخرق له الناموس فيما لا نعلم إذن فمسألة الإسراء إنما كانت تقدمة أرضية يمكن أن يقام عليها الدليل فيها عند القوم الذين يعاصرنا وإذا قام الدليل عليه وسبت أنه ذهبها في ليلة يبقى اقتنع أن الناموس قد خرق له وأن بشريته لا عمل له فإذا قال بعد ذلك وعرج به إلى السماء استأنس العقل وقال الذي خرق له القانون فيما نعرفه قادر على أن يخرق له القانون فيما لا نعرفه ولكن كان من الممكن أن يقال إذن كان من الممكن أن يسري به من مكة إلى أي مكان آخر نقول له أي مكان آخر مكانات المقدسة كانت إيه ما هو المسجد الحرام والمسجد الأخصى إلى أي مكان آخر إذا كتل حكمة فقط هي أن يجعل الإسراء كإناس للإيمان بمسألة المعراج ولكن في علة أخرى أن يكون الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى دلالة موحية بأن المسجد الأقصى دخل في مقدسات الإسلام وأن رسول الله أصبح مهيمنا على كل المقدسات وأن ذلك لن يظل إلى اليهود ولا إلى النصارى كمقدس لهم منعزل عن مقدسات الإسلام إذن فمسراه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس أدخل بيت المقدس مقدسا من مقدسات الإسلام ومهيمنا على الديانة السائدة فيه ومهيمنا على رسالات الرسل الذين أرسلهم الله إلى هذا المكان أما أن الحق سبحانه وتعالى فرر الصلاة في المعرات فإن الحق سبحانه وتعالى حينما اختار رسوله كان رسوله يتقرب إليه بصلاة إبراهيم ركعتين في الصباح وركعتين في العشي فلم تكن فرضت صلاة ولذلك ينتهي الإشكال الذي يحاول بعض الناس أن يسيره هذا الإشكال الذي حاول بعض الناس أن يسيره تقول كيف صلى رسول الله إماما بالأنبياء مع أن الصلاة لم تفرب إلا ليلة المعرات نقول له يا أخي هذا الكلام إذا كان رسول الله لم يصل قبل الإسرائيل والمعرات وإنما صلى صلاة إبراهيم صلاة إبراهيم ركعتين في الصباح وركعتين في العشي فهذه هي الصلاة التي كانت حين ذاك وبعد ذلك نقول ولماذا فرض الله الصلاة أولا في ليلة المعرات نجد أن ذلك لحكمة هذه الحكمة كما علمنا أن مسألة الإسراء والمعرات إنما هي تكريم لرسول الله ليدنو إلى مقام القرب قابق وسيني أو أدنى وكان من الممكن أن يكون تكليف الصلاة ككل تكليفات بواسطة جبريل عليه السلام يعبطوا إلى الأرض لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن الصلاة استحضار العبد لرب حضور العبد لرب دنو العبد من حضرة ربه فناسب أن يكون تشريعها في ساعة الدنو الرسالي من محمد صلى الله عليه وسلم من ربه فكما دنى محمد من ربه وقرب من ربه في المعرات كذلك شاء الله أن تكون فريضة الصلاة شعيرة تدنى المرأة من ربه وتدنى العبد من ربه فيكون الله قد حيى رسول الله بالدنو ففرض الصلاة ليدنو إليه كل المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أن الله فرض خمسين صلاة وبعد ذلك صارت إلى خمس وكيف يكون كما قال أخي الدكتور إبراهيم التكليف النسخ الفعل قبل فعله نقول يمنع كثير من الناس ذلك وتقف في عقولهم هذه المسألة ما دام الله أراد أن نصليها خمس لماذا فرضها أولا خمسين لو أنه تركنا نصلي خمسين ثم وجدنا مشقة وبعد ذلك خفف الله عننا لأدركنا الفارقة بين التخفيف بخمس والتفخيل بخمسين كان من المعقول أن ينسخ بعد أن نترك مدة من المددك كل الأحكام نفعله الخمسين فكيف نسخ قبل الفعل نقول لهم أن الناس لا يفهمون حكمة التكليف كثيرة يظنون أن حكمة كل تكليف هو فعله لا حكمة كل تكليف أمران الأمر الأول قبول المؤمن للتكليف واقتناعه يقينا به ثم بعد ذلك فعل المكلف به فالإيمان بالتكليف شيء وفعل التكليف شيء ولذلك إذا قال واحد بحل شيء مما حرم الله نقول له أنت ترد على الله التحريم يعني لم تقبل تحريم هذا الشيء ورأيت حلة يقول له لا أنا أؤمن بأن الله أحرم ولكن أنا لا أقدر يعني على نفسي نقول له إذن أنت مؤمن عاصي لكن إذا رد الحكم على الله ولم يقبل يبقى كافر وهذا هو الذي يجب أن يكون واضحا في الذهن عند مسألة إبليس ومسألة آدم كثير من الناس يقول ما هذه المعاملة إبليس عصى ربه فامتنى عن السجود وآدم عصى ربه فأكل من الشجر فما الفرق بين معصية ومعصية لماذا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ولماذا ترد إبليس ولعن هذه معصية وتلك معصية نقول لهم التكليف من الحق لخلقه يتطلب أمران قبول الحكم واليقين به والانصيع وعدم رده على الله وبعد ذلك فعل المكلف به إبليس وقف في الأولى أقل له أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طي فكأنه رد الحكم على الله كأنه سقط ورسب في أول مراد من التكليف وهو قبول المكلف ما أمر به المكلف فعله شيء آخر ولكن آدم لم يرد التكليف على الله قبوله قبوله وأيقن به وآمن ولكنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تستغفل لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين إذن فمنطقة المعصية في إبليس غير منطقة المعصية في آدم آدم لم يرد التكليف على المكلف حتى يكون كافرا به وإنما تهم نفسه بأن التكليف صح ولكنه نسيه ولكن غلبته نفسه ابدالي لأنه قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تأمى إبليس فرد الحكم على الله هذه مسألة الصلاة يجب أن نقبلها من هاتين الزاويتين الله كلف محمد صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة قبلها محمد ولم يناقشه بذاته فيها نطيف إذن فقد سبت شيء من التكليف وهو اليقين من المكلف بما كلف به دون معارضة كن موسى أشر عليه هذا أمر آخر نظر ليطلب التخفيف وطلب التخفيف شيء غير رد الحكم بمعنى أن الله لو قال أنضيت فريطتي ولا يبدل القول لدي لظل رضا رسول الله بتكليف الله باقيا إذن فالأمر الأول من التكليف قد حقق بفرضية الصلاة خمسين والذي نسخ إنما هو الفعل وفرق بين قبول التكليف والانصياع له وبين الفعل إذن فيكون الفعل لم ينسه قبل الفعل وإنما نسخ بعد ركن أهم من الفعل وهو قبول حكم التكليف فضيلة الأستاذ محمد متولي شعراوي تبقى نقطة أخرى بالنسبة لمراء الرسول صلى الله عليه وسلم لثواب الطائعين قبل أن تفرض الطاعات وعذاب العاصين قبل أن ينهوا عن هذه المعاصي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تعرض للمراء التي ذكرها حديث الإسراء والمعراج نجد الأمر العجيب أن أول مرءا من المراء تكلم عنه رسول الله هو أنه عرض عليه الخمر واللبن فأخذ رسول الله اللبن وترك الخمر فقال جبريل هديت الفطرة هذه مسألة نريد أن نفهمها في قول جبريل هديت الفطرة لأن اللبن طهي الله لا عمل لمخلوق فيه أبدا كما نصنع أطعمتنا ونلونها ونأتي بهذا ونخلط بهذا شيء فطري طبيعي يناسب الفطرة الطبيعية بدون تعقيد وبدون عمل بشر فيه هذا هو اللبن ولكن الخمر شيء أخرجه الإنسان عن فطرته وطبيعته لأن فطرة الخمر الأصيلة أو العنصر الأصيل عنب والعنب ده رزق حسن وجميل فطرأ عليه فعل من أفعال الإنسان فخمره وأتلفه وأفسده حتى غلى واشتد وقذف بزمده وأصبح مسكرا حين أكله كرزق شيء جيد لكن حين أخذك خمر تعرضت أنا لإطلافه ولأصدر به العقل يبقى فيه عملين اتنين العمل أنك تعرضت لأمر فطري فأفسدته أنت أيها الإنسان أنه هي ميزة العقل فيصدره إذن كانت مسألة الخمر واللبن أول مرأة من المرأة لتشير إلى أن الأمر الفطري أنسب للأمر الفطري وأن كل فساد يطرأ إنما هو من علاج الإنسان أما الأشياء إذا تركت على طبيعتها التي خلقها الله فهي تسند الفطرة ولذلك حين تعرض القرآن ومن سمرات إذن فالمرأة الأول كان مرأة هذا من باب الواب تفيد المغايرة سكرا ورزقا حسنا أما المرأة الأخرى فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمثل المجاهدين في أنهم يبذرون ويحصدون في وقت واحد وبعد ذلك رأى المرابين في منظرهم وبعد ذلك رأى المغتابين يخمشون وجوههم بأظافر من نحاس وبعد ذلك رأى المرابين أيضا يسبحون في برك من الدم ويلقمون الحجارة وبعد ذلك رأى العجوز الشمطاء وعليها الزينة وقال له جبريل ليم ليبقى من عمر الدنيا إلا مثل ما بقى من عمر هذه العجوز وبعد ذلك رأى قوما تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقارض من نار فسأل فقال هؤلاء خطباء الفتنة وبعد ذلك رأى الصور الضخم يخرج من الجحر ثم يحاول أن يدخل فيه فقال ذلك الرجل يتكلم بالكلمة ثم يحاول أن يعيدها فلا يستطيع كل هذه المرائي التي تتعلق بأمور لم يكن التكليف قد صدر منها تدل على أنها كانت وسيلة إضاحة كأن الله رآاه هذه المرائي كوسيلة إضاحة تكون متضحة في الزهن قبل التكليف كان أنا قبل أن أذهب بولدي إلى المدرسة أقول له يا ولدي إذا قصرت ستسقب إذا لم تتلقى الدروس إذا كذا إذا كذا فكأنه يجب أن يستحضر الجزاء قبل أن يقبل على التكليف حتى إذا ما جاءه التكليف كان استحضار الجزاء عليه واضحا في زئنه فيقبل عليه بشغف ويقبل عليه بعشق وشوق يميل وهنا نجد أن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي قد أجاب عن أسئلة عديدة تتعلق بالإسراء والمعراج ونسأل الله أن يجعل في هذه الندوة والندوات الأخرى أن نفعل عظيم للمسلمين في ختام هذه الندوة نكرر الشكر لفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد متولي شعراوي والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا للمساً اشتركوا في القناة شكرا